صحة لكم جميعا في القيروان وطريق السلامة اللي راجعين وطقس واجواء ياسر حلوة دونك بروفيته دو كاروان تعرفوا قروان ياسر جميلة فاها برشة تاريخ فاها برشة صناعات تقليدية فاها برشة مقروض دونك يفون كوغاجي تعرف اللي باتيسرين متاع القروان معروفين دونك فاها كافتاجي كافتاجي تاريخ يراه في القيروان دونك حات التاريخ دونك مكلتوش لحقيقة ما نتمنى اي 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 لا ذاك مش نعملوه وقت اللي هما يبدوا يخدمون نحنا بالعكس نمشيوا في الاتجاه الاخر اعز راحة كيف الناس بتخدم وفايا يعني تشعر انك مرتاح دوب لما وانت تستنى انه جايتك راحة يعني يعني هكا نتصوروا نحنا انه ممكن يحصل انه لعلنا نعملوا نقل مباشر من من القيروان على راديو ماد في البرايم تايم نجمو نعملو نهار حاجة خاصة بصناعات تقليدية حاجة خاصة بالسيارة اياها في القيروان ممكن 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 عليش لايه كيف ما قلت انت فيها برشا حاجات مزيانة القيروان الكافتاجي وبريك اسكندر منظر زيدة معروف عندهم بريك اسكندر اسكندر بالذات هذا ما نعرفوش أنا نعرف عب سلام ما نعرفوش الحقيقة ما مش مشهور كيمال كافتاجي وبطبيعة المقروض متاع القيروان تاريخي منتها اي بوي مسلا اخرى يقول لك لازمك تشرب منه اي لا هذاك معروف اما ما فهم حاجة اللي سبيسيفيك الصناعات التقليدية متاع القيروان من اجوده افضل ما يمكن ان يتوجده بالمقروض لا حتى هو نحنا نفسو ولي بيرسان منتها الفارسيين فهمتني الزربية الفارسية اللي هي ايران منتها تعرف تعرفش تعني ايران بنسبل الزربية في تونس عنا القيروان مدرسة كبيرة نعرفش هذا نهار يمكن صلطوا عليه الاضواء وفاة يعني الناس اللي اتعلم صناعات الزربية وامين السوق اللي ينجم يصنف ونعرفش مازالوا موجودين حافظين عليهم نتمنى انهم مازالوا موجودين ما نعرفش عند ما عنديش فكرة ليه فترة كبيرة بات على الاهتمام متابعة شي هذا لكن شاي رأى شاي رأى يلزم نحافظوا على شي هذا حكينا على مميزات القروانة ما حتى ناسا عندهم حسن ضيارة ويحبوا الناس كي تزورهم حذارة لانهم اهل حذارة اهل حذارة ابعا جد طبيعي جدا لانو ناس فيهم ناس مراجعة دينية زمنية اي فيهم ناس مراجعة دينية فيهم ناس تعرف انت في الفلاح هزاد اراه فما حاجة نقولها انا انو قبل الجراند كولتور سيتي القيروان فما تحاولات مناخية وفما اشياء هي خلت خلات الفلاحة تتراجع وتتضرر جراء الجفاف في القيروان لكن القيروان حذارة كبيرة حذارة وتاريخ وفكر ويعني كل العناصر مجتمع باش تقول انك الحلم اللي عمدي هنا ولي قلته من سنوات انو نوليو كي ما مراكش قيروان تولي كيف مراكش التقديرات الاولية تقول انو حوالي سبعمائة الف زير توفدوا على مدينة القيروان حتى الليلة نهارة اليوم اشنا وهو خميس حتى الارقام عندي عطاها العضو الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للاحتفال بونا سبت المولد النبوي الشريف بالقيروان حبيب المجري قال انو سبعمائة الف زير توفدوا على مدينة القيروان الى حدود ليلة الثلاث معناتها ليلة المولد بالتحديد لانو وقتها هاي دونك ولت البارح موند ولت البارح ولت البارح ولت البارح والموسم هذا نقول موسم انا بالمنطقة التونسية عمولنا ما كنا نتخيلوا انو ممكن ينجح بعد اللي عاشته البلاد ريالما ريالما ونجحوا في هذا يعني برافو برافو انو ولت قبل القيروان ما كانتش تشهد كانت فما مواكب رسمية كانت فما مواكب رسمية وكما تعرفوا كاميرا وبعض النشاطات اما هذا بالفعل يعني تظاهره جماهيرية دوماس منتها شوفنا منتها الساحة كيفاش مابية منتها بطريقة كلية وهذا بالطبع خدمة كبيرة على الدكار على الأضواء بالأساس خفا ما خدمة كبيرة اكزاكتما فما دو بوت رفاي كي ايتي فاي كيفو أبلودير نوزاون بزوان راهو دفنما كمن هادو تونس محتاجة لي حراك ثقافي ولي محطات خلال السنة يعني اثناش من شهر يزم فيهم أجندة ثقافية وأحداث هامة بهذا الحجم ان شاء الله مولدكم مبروك مرة أخرى ساحة العصيدة وقايت مش نعطيكم فكرة على تقس اليوم كيفاش بشيكون تقس اليوم تقس اليوم اليوم سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة في الصباح بالجنوب الشارقي وسحب عبر ببقية المناطق مع أمكاني الظهور ضباب محلي في الصباح الريح دهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة من 10 إلى 20 كم في الساعة درجات الحرارة القصوى في استقرار نسبي وتتراوح ظهرا بين 26 و30 درجة وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الشرقي كان هذا تقس اليوم تقس اليوم تقس اليوم تقس اليوم خليكم عصوت مجد الرومي ما حدا بيعب به